سلام عليكم. نكمل الجزء اللي باقي اللينا في المحاضرة وكنا بنتكلم عن الاريثروبويسيز واتبقى لنا ثلاث حاجات مهمة هنتكلم عليهم. اللي هو الايرن وفايتمين بي تولف اند الفوليك اسب. طيب الايرن هنا انت محتاجه فيه? قال لي هنا الايرن هو اللي انا هحتاجه لتكوين اللي هو الهيم جروب. فاحنا كان عندنا الهيم جروب عبارة عن اللي هي الايرن والبروتوبورفيرين اللي موجودة فيه الهيموجلوبين. طيب ده احتياجي ليه. المحتاجها هنا حاجة اساسية لتكوين الهيموجلوبين. طيب من ليه فيه في تكوين الهيم بارت. طيب اقول هنا الايرن مهم من مين? قال لي هنا الايرن اسسنشل المنت فور اول اورجانيزم. لكل الاورجانيزم من اول البكتيريا للهيومن. الايرن ده حاجة مهمة جدا. قال طيب يبقى انا اخد كميات كتيرة من الايرن عشان ما يحصل ليش ويحصل لي مشكلة. قال لك اه انت لو هنا خدت كميات قلية لو حصل فده ممكن يقدي الى قال وكمان لو انت خدت الايرن اللي بكميات كتيرة حصل ايرن اوفرلوت فالايرن ده برضو توكسيك وممكن يعمل لك ليثل بروبلم. طيب يبقى انا كده لا عايزة ااخد الايرن بكميات كتيرة ولا ااخد الايرن بكميات قليلة انا عايزة اخلي الايرن ده متزبط. طيب نقول هنا الايرن ده موجود في جسمنا في يبقى هنا اللي هي الموجود فيها الايرن في جسمنا. عبارة عني. قال لانا عندي حوالي اربعة جرام من الايرن. بنوزحهم ازاي? قال بنحط سبعين في المية من الايرن بريزنت في الهيموجلوبين دي اول حاجة. طيب وعندي ايه كمان? قال لي عندي خمسة عشرين في المية احنا مخزنين هم اه اه ايه? قال لي ايه? قال لي ايه? الفريتين ده انا بخزن هنا الايرن في الليفر بخزن الايرن في الاسبلين وكمان في البون مارو في صورة الفريتين. فالفريتين هو المين? طيب وبعدين عندي ايرن فين كمان. قال لي ثلاثة في المية من الايرن موجودين في اللي هي المسل مايوجلوبين. طيب وفي ايه? قال لي بقيل اثنين في المية من البادي ايرن. دول دا اللي هي الا Авرسيلز تعيد التشوز. طيب دول هنا اللي هي بنستخدمهم في ايه? قال لي ده جزء من السليور انزيم ليك الذي هي السايتو كروم انزيم identical photoc 깔� لايك الذي هي البيروكسيديز. ده الجزء الباقي اللي هو الاثنين في المية. ويبقى كده وزعت اللي هي المية في المية من عندي اللي heure الاربعة جرام من اه من الايرن. دي التوزيع بتاعته. طيب تهي حاجة قال لي هنا انا عايزة اعرف هنا الايرن ده بالنسبالي انا محتاجه في ايه وازاي اعمل البالانس ليه الايرن عندي. قال والله احنا ديلي محتاجين ليه حوالي تلاتين جرام من الايرن. طيب انت محتاجهم ليه كل يوم الكمية الايرن دي. قال لي لان باستمرار انا بكون فالايرن ده انا محتاجة باستمرار لتجديد اللي الاربسيز وتكوين النيو اربيسيز محتاج حوالي تلاتين ميلي جرام من الايرن. طب هو الايرن هنا بييجي منين او السورس اوف الايرن الشايف اللي هي الريد بلاد سيلز دي لما بتبقى اولد اربيسيز وتبقى في رجعين بيحصل لها ايه? قال لي يحصل لها بالماكرو فيجس اللي موجودة من الانزا ليفر اند اسبلين. وانا باخد الايرن بتاعي ده وبرجعه بيبقى هو المين سورسة عندي الليه الايرن في جسمي. طيب بيبقى الاربسيز والجزء التاني ده هيجيني منين قال لي من اللي هي اللي انا هاخده. فده اللي هي الجزء اللي انا هعمله ابسوربشن وهعرف ان انا هعمل الاربسوربشن للاربسوربشن في الديود. يبقى عندي المين سورسين دول هما عندنا. قال طيب واحنا هنا هم محتاجين ناخد ايرن قد ايه واعمل ايه? قال لي انه لازم انا بزبط الايرن بتاعي فانت هتلاقي ان احنا الافريج ايرن اللي احنا بناخده حوالي عشرين ميلي جرام بير دي. طب انا هعمل ايه? قال لي انت هتزبط الايرن لس. فانا عندي فيه ليه يديلي ايرن لس. فيه نورما القضل تميل مثلا ايه? قال لي لوس ايه اللي هي النص الواحد ميلي جرام افل ايرن بير دي. طيب دور راحوا فين? قال هنا فيه ليه من الاسوات من الهير من اي بلاد لوس حصل. فالميل يفقد حوالي الادلت ميل من نص الواحد ميلي جرام من الايرن بير دي. طيب الكمية دي في الفيميل هتبقى اكوال الميل قال لا. اللوس فيه الفيميل ممكن يوصل لاتنين ميلي جرام بير دي لان الادلت في ميل فيه من سر البلاد لوس. فبيزود الامونت اللي هي لوس. فلو قلت ان احنا عندنا افريج لوس ليه الايرن من واحد الى اتنين ميلي جرام بير دي دا لوس. يبقى هي دي الكمية اللي انا عايز اعمل لها ابسوربشن. يبقى علشان حافز على التوتال امونت افل ايرن عندنا تفضل فيه جسمنا سابتة. اللي هي يحصل اللي هي المنتين او اعمل منتين للايرن بالانس. فلازم النورمال بيرسون يعمل ايه? قال لي النورمال بيرسون محتاج يعمل ابسوربشن ليه الايرن اللي هي من اللي هي الديودنم. يبقى اللي هي بيحصل لها يبقى على قد ما انت هتفقد على قد ما ناخد. يبقى احنا محتاجين نتعرف على الطريقة اللي هنعمل بيها للايرن. قال طيب اتعرف الاول على الايرن دا المصادر بتاعته منين وهيوصل الايرن ازاي? قال لك والله هنا الايرن دا موجود فيه الفورم الاول اللي هو الهيم الايرن. هيم ايرن دا موجود في ايه? قال لي هنا موجود فيه اللي هي منتجات اللي هي اللحوم اللي هي الميت والميت بروتكت. وده بيبقى يعني ايه? قال لي بيبقى اللي هي الابسوربشن. وده نسبته بتبقى قليلة. نسبته بتبقى حوالي عشرة في المية من التوتال دياتري ايرن اللي احنا بناخده. طيب اللي هي النسبة الكبيرة بقى اللي هو ايه? قال لي دا النان هيم ايرن. طيب والنان هيم ايرن دا موجود فين? قال لي في والفجتابلس والفروتس والأثر بلانت اوريجن. دول هنا بيبقى فيهم بس ده بيبقى يعني ايه? قال لي يعني هنا بيبقى لي مش طب وده بيمثل قد ايه? قال لي ده بيمثل حوالي تسعين في المية من طيب معظم انت هتاخده فيه صورة ايه? قال لي هنا اخده فيه صورة قال طيب ده كويس قال لك لا. ده اللي موجود عندي هنا لازم هنا يحصل له ايه? لازم يبقى للصورة اللي اقدر اعمله بها до ايرن. يبقى عندي هنا مصطقف اللي الذي موجود في الديت احنا بناخده اللي ايه? اللي ما اخده ولا فعله واءين ده يبقى شرط بي ردوز. لازم اعمله اليه قبل ما اعمله ايه? قبل ما اقدر اعمله ابيسر بشي. يبقى انا عندي مشكلة في ايه اللي انا واخد喊. وده اغلب الايرن اللي احنا بناخده. طيب المشكلة دي مين يحلها؟ قال لي المشكلة دي هيحلها الاتنين دول مع بعض. مين قاله فيتامين سي والله يى اله سي ال. الفيتامين سي هنا ده بنعتبره اللي هي سابسنس هتعمل عليه الفراس ليه الفيريك. آآ الفرك ليه الفراس. لكن هتبقى محتاجة مين قاله وجود الجسرك اتشي سي ال. لان الجسرك اتشي سي ال ده اللي بيعمل ايه? بتاعتي دي. وبتعمل لعملية اللي هتتم بوجود الهي الهي يبقى هنا اللي هي فيتامين سي مع الهي سي ال بالنسبة لي الاتنين مهمين علشان الابسوربشن هو في الايرن قالك ده حتى بعض الناس اللي هتعاني من مشاكل فيه الستومك وهيقل الهي سي ال هيبقى عندها ايرن ديفشنسي هيبقى عندها ايرن ديفشنسي وهيسبب نوع من انواع الانيميا طيب هنبتدي نقول هنا الابسوربشن بتاع الايرن هيتم فين قال لي هنا هيتم فيه في اول جزء من اللي هي الديودنم لما هنترس فيه ال جي اي تي هقول هنا ده كده عندي الستومك اهي اللي هي الديودنم فالديودنم هنا دي بوجودها في اول جزء في ال نزل لها كمية ال عالية من الستومك فحلو يعمل ايه يعمل اللي هي بحيث انه يبقى طيب ومين اللي يعمل له وجود فيتامين اي وفيتامين سي طيب هنا لو وصل عندي ไيرن فيه البراش بuter اوفا السمول انتيسين اللي هي عند الديودنم وكان لسه فيه الفريك مين يقدر يحولوا اللي الفرس ويعمل له otype قال وجود انزايم الانزايم ده موجود فين قالك شايف اللي هي دي دي بنسميها البراش بوردر هنعرفها لما ناخد جي اي تي البراش بوردر او كلمة المراش بوردر اللي هي بتبقى هنا عند الانتستايم المراش بوردر اللي هي اللي موجودة اللي هي ديودنال سيتو كروم بي انزيم. ده بيحول اللي هي بيعمل ليه الفررس ايرن. يبقى عند بلاقي الانزيم اللي هو بيعتبر انزيم. يحول لي الفررس ايرن. ادي الفرس ايرن بقى جاهز اللي هي ابسوربشن. طيب هنا هنقله ازاي? قال لي الفرس ايرن ده ترانسبورتت جوه الانتيروسايت. هي ايه الانتيروسايت دي? قال لي اللي هي الخليقة بتاعة اللي هي الديود نعم ما سميها الانتيروسايت. هدخلو ده استستويه Andre속 سايت بي. برضو موجودة عند هنا في. اللي الترانسبورتر ده اسمه ايه اسمه داي فيلينت ميتل ترانسبورتر وان. الدي فيلينت ميتل ترانسبورتر ده اللي موجود عند الابيكال بوردر هايين اللي هي الفرس ايرن. يدخلو الانتي space. قال ليه طيب. هو من الايرن علشان نبقى عارفينه. قال له انه مش متخصص في نقل الايرن. بس هي كلمة يعني هو هنا هينقل المتال اللي هو سناء التكافؤ. قال لي يعني قال ببساطة جدا مش انت عارف اللي هو الكالسيام عندنا في جسمنا اه والكالسيام ده عليه اللي هي الاشرطين زي الحديد اللي انت بتنقله دلوقتي اللي هو الفرة سهول عليه فده هنا اي ده ناقل لاي مثل يكون ليها ايه ليها سنائية اللي هي التكافؤ. علشان كده لما حد مسلا بياخد حاجة اللي هي فيها حديدة وفيها ايرن ويشرب معان منتجات الالبان. فيها نسبة كبيرة من اللي هو الكالسيام. فتلاقي هنا الكالسيام ده يقل الامتصاص ايه? قل الامتصاص اللي هي الايرن. لان احنا اللي اتنين بنتخانق على نفس اللي هي ايه? نفس الترانس بورتر اللي هيدخلنا الانتيروسايد اللي هو الدي فيلنت متل ترانس بورتر. طيب ده اللي هينقل اللي هو الحاجات اللي هي اللي هي كانت موجودة في صورة فرك وحولتها لصورة اللي هي الفرس. طيب الهيم بقى هيتنقل ازاي مش كان عندي هيم ايرن. فالهيم ايرن موجود ليه كارير مخصوص اسمه ايه? قال لي اسمه الهيم كارير بروتين. اللي ده الهيم كارير بروتين. هياخد اللي هي الهيم ايرن يدخله جوه الانتيروسايد. طيب جوه الانتيروسايد وصلني اللي هي الهيم والن هيم ايرن. ندخله فيه اللي هي الانتيروسايد. هنعمل فيهم ايه قال هنا اللي هي الايرن اللي دخل ده سواء عن طريق اللي هي الدايفيلانت ميتل ترانسبورتر او الهيم كارير اللي هي بروتين اللي اتنين وصلوا جوه الانتيروسايت واكوردنج اللي هي اللي هي البودي ريكوايرمنت هيمشي فيه طريق من اللي اتنين الطريق الاول ان انا هاخد الايرن ده انا مش محتاجة في جسمي فهبتدي اخزنه هيمسك على بروتين اسمه اللي هي الابو في الريتين علشان يخزن لي الايرن ده فيه صورة في الريتين احنا قلنا في بداية الكلام ان اللي هي الستوريج فورم اف الايرن ايه? يبقى انا خزنته في صورة اللي هي الفيرتين. ده لو انا ايه? لو انا اللي انا اغدائه. طيب لو انا محتاجة اللي هي ده في فانا محتاجة انقل ده. محتاجة اعمل عملية ووصله في هلاقي ايه? قال لي هلاقي هنا اللي هي البروتين. البروتين ده موجود فين الكارير ده? قال لي ده موجود على دي اللي بسميها ايه? البيزولاترال بوردر. علشان انقل اللي هي من الانتيروسايت في اسمه ايه البروتين ده? اسمه اللي هي فرو بورتن. يبقى الفرو بورتن. الفرو بورتن ده هينقل ايه? هينقل الايرن. يخرجوا برا الانتيروسايت. الفرو بورتن ده موجود على البيزولاترال بوردر. وفي اللي هي الانتيروسايت. ينقل يوصل لي الايرن فيه اللي هي البلط. يبقى خليت بالك هنا من اللي هي الانتيروسايت او السل دي. فيه هنا دي البراش بوردر. اللي بنسميها الأبكال بوردر أو الليومن البوردر اللي نحية اللي هي الليومن وفيه اللي هي البيزولاترا البردر نحية إيه نحية اللي هي السيركوريشن يبقى هنا أنا مشيت في طريق من اتنين وطريق من اتنين according to requirement أو النيت فعشان كده في نقطة مهمة فيه الائرن نقول الائرن هوميوستيس ده regulated by intestinal absorption يعني قالك في المنطقة دي بتاعت اللي هي الانتستن هي والانتيروسايت انت لو مش محتاج الائرن راح فين قال لي راح اللي هي في صورة اللي هو والفيرتين ده موجود فين في السل دي دي الانتيروسايد سلز دي اللي هي السل دي هيحصل لها يعني قال لي لما هتدرس بيحصل لها بعد تلاتة الخمس ايام طب لما يحصل لها هتاخد معها مين قال لي هتاخد معها المغزون من اللي انت موجود ده جواها وينزل فين ينزل فيه ستولي ما موصلش اللي هي البلود انا هوصل للبلود مين قال لي النيت فانا قلت بالفيرو بورتن علشان هوصل لي السيركياليشن فأخدتوا بالكم بقى من النقطة دي لاني دي نقطة مهمة قال طيب الفيرو بورتن خرجلك اللي هي الايرن في صورة اللي هي الفيرست ايرن ده انا محتاجة ايه قال لي محتاجة احولوا لفيرش ايرن عشان اقدر انقله به الناقل بتاعه اللي هو ايه ترانسATA طيب مين يحول اللي هي الايرن من الفرس فورم هنا? ليه الفرق? قال شايف هنا الانزيم اللي موجود عند البيزولاترال ميمبرين. ادي الشكل واضح. اللي اسمه ايه? اسمه هيب هستن. هيب هستن ده بيعمل ايه? بيحول اللي هي الفرس ليه الفرق. والفرق ده هو الفورم اللي انا بنقل بي الايرن. طب وبتنقل الايرن عن طريق ايه? قال لي عن طريق اللي هي ترانس بورتر ليه الايرن? اللي هو مين? قال لي الكارير ده بيتا اللي اسمه يبقى ده هو شايف فجاية العربية اللي انا هنقل بيها اوديها للبون مرة عشان يستخدم اوديه للليفر علشان يتخزن او اوديه للسبلين يبقى احنا هنا هنوزع اللي هي وبيقول ان السيلز دي بيبقى عليها ريسبتور ليه الترانسفيرين هنا على السيرفس اوف اللي هي الممبرين علشان تقدر تستقبل الارن اللي هو بينילו في معلومة مهمة عن الترانسفيرين ان الترانسفيرين ده نورمالي الترانسفيرين بيبقى الساتيوريشن بتاعة 350% ساتيوريتد والارن وده معلومة مهمة بتفدنا فيه لقي facilities on ونتكلم عن الارن بنرجع للمعلومة دي يبقى هنا الكارير بتاعي هو مين قال لي هنا الارن اللي انا خليته في الريكستيت يبقى بيروح لفين قال لي هيشتال على الكارير اللي هو ترانسفرين علشان ابتدي انقله الليه الورجن ويه التشو واهم حاجة عندي ان نسبة الساتوريشن ما تزيدش عن 35% قال طيب انتوا لاحظتوا ايه في الكلام عن الايرن قال والله احنا لاحظنا حاجة مهمة جدا ان اللي هي الفاكتورز اللي هتعمل لي للابسوربشن اوف الايرن هي اللي تعمل لي هي اللي هتعمل لي اللي هي الريجوليشن للايرن في جسمنا يبقى هنا الرجوليشن وهو الطريق لي علشان اعمل ايرن هوميوستيزيس لقال لي هنا والله في الهيومن بودي احنا ما لقناش اي ميكانيزم يبقى احنا على الميكانيزم اللي هي ريجوليط الايرن ابسوربشن طيب الايرن ابسوربشن هنا احنا ازاي نعمل لعمل لأعملية الابسوربشن لان احنا قلنا اننا بدخل فيه الديودنم واللي مش عايزاه يفضل في الديودنم ويحصل له وينزل فيه اللي هي اللي ستول عن طريق اللي هي بتاعت طيب انا هنا ما عنديش الحاجة تعمل لي فانا هتحكم فيه قالك والله هنا في حاقتين او طرقتين بنتحكم فيه ايه هي قال كل ما يزيد كل ما يكون اللي هي في الفود اللي انت واخده كتير فده بيأثر على اللي هي اللي موجودة عند هنا مين ده قال لي ده الديفيلان مثل كل ما يزيد اللي هي بيقل مين قال لي بيقل الى فيد اول طريقة قال لي الاهم بقى من كده اللي هي الهبسيدين مين الهبسيدين ده قال لي الهبسيدين ده الماجر ريجيوليتور اى ابسوربشن الله ده قام نين قالك الهبسيدين ده طالع من الليفر. يبقى الهبسيدين ده عبارة عن ايه? قال لي ده عبارة عن 25 amino acid hormone ريسيكريتد باي ايه? قال لي سيكريتد باي الليفر. يبقى طلع لي حاجة من الليفر. هتعمل ريجوليشن ليه? الايرن ابسوربشن. طب هو بيشتغل ازاي? قال لي الهبسيدين ده طالع وعينه على اللي هي الترانس بورتر ده اللي اسمه فرو بورتن. قال له الفرو بورتن ده كان موجود فين? قال لي شايف البورتر دي البيزولاترال بوردر يعني اللي بينقل الايرن من الانتيروسايت علشان يروح ليه البلود. طيب الفرو بورتن ده هنا علاقته ايه بالهبسيدين? قال لي الهبسيدين بايند ليه? اللي هي الفرو بورتن. طب والفرو بورتن ده موجود على الانتيروسايت بس قال لك لا. ده برضو موجود عند الميبرين اف الماكروفيجيس والماكروفيجيس دي اللي بتعمل ايه? قال لي دي اللي هي فاجوسيتوس وتاخد اللي هي الايرن والمفروض كانت تبعاته الليه البلازما والترانسبورتر موجودة عند الممبرين بتاعها اللي هو الفيرروبورتن وقال لي موجود فين كمان هيقول لي موجود برضو فيه الليفر علشان اقدر استخدم اللي موجود فيه الليفر يبقى لما اقول الليه الفيرروبورتن مكانه فين فالفيرروبورتن موجودة عند الانتيروسايت الفيرروبورتن موجودة عند الماكروفيجس اللي هي موجود كمان عند الليفرسل طيب يعمل ايه الهبسيدين ده لما يخرج من الليفر قال هيبقى في الربورتن ويعمل له خلاص وقف اللي هي مفيش في الربورتنين قل لي الايرن. طبي ان قل لي الايرن من التلات اماكن دول كاني انا اللي هي الهبسيدين عمل ايه قالك انه عمل انهيبشن من الايرن. عمل انهيبشن للريليز اوف اللي هي اللي هي اللي جاي من الاولد او في رجاعي الاربسيز اللي هي دخلت ليه الماكروفيجيس. وكمان انهيبت الريليز اوف الايرن من الليفر اللي هي الليفر عمل لي ستور لكمية ايرن فانا امنع خروجه. قال طيب والحاجات اللي هي تتحكم في الهبسيدين ده ان كان الليفر يخرج لي هبسيدين كتير او هبسيدين قليل. تقدر تقول لي هي ايه? طيب بدون ما نحفظ كلام جديد. الهبسيدين طيب طالع ايه عمد ايه? قال طالع يمنع وجود اللي هي الايرن في اللي هي البلد او يقللو. طيب لما يكون عندي شخص هنا بيعاني من هايبوكسيا وفي زيادة في الاريثروبوتين هرمون. يا ترى اللي هي العوامل دي تعمل ايه في الهبسيدين? لا توقف الهبسيدين لان انا محتاجة ايرن يخرج علشان اقدر اقوم بعملية الاريثروبويسيس. طب قال لك لو انت العكس عندك اللي هي الايرن اوفر لود فيه لودنج ليه الايرن? ايرن كتير يبقى الايرن كتير يعمل ايه في الهبسيدين? قال لك ازود الهبسيدين. قال له ايرن هتزود الهبسيدين? ايوة لان الهبسيدين ده اللي هيوقف اللي هي مور ابسوربشن ومور ريليز ليه الايرن. يبقى انت شايف اللي هي العوامل انت مجرد ما فهمته الفونكشن بتاعة الهبسيدين تقدر تحل منها اي سؤال فيه الاهم بقى والجديد اللي هي بنقول عليه ان بتزود من الهبسيدين سكريشن ودا اللي بيعمل اكس плانيشن لوجود الانيميا كبليكيشن للانفلاماتروي ديزيز احنا كنا بتلاحز وجود الانيميا في اللي هي الكرونيك اه اللي هي في القرونيك اللي هي ديزيز وفي الانفلاميشن وبلاقي اللي هي الانيميا فاحنا دلوقتي بنقول اللي الانيميا دي جاية نتيجة ل Birmingham ايه? قال لي جاي نتيجة للان الانفلاميشن يزود الهبسيدين فكأنه قال لل ايرن اللي موجودة عندك في جسمك ما بقاش عندي ايرن مش قادر اصنع اللي هي الطبيعية النورمال فبندخل في الانيميا اللي هنتعرف عليها في المحاضرة الجاية اللي بنقول عليها يبقى انت نتيجة للهبسيدين اللي هي الموجود ده انه زاد بالانفلاميشن قدرت ان انت تعمل للانيميا اللي كانت مع عدد كبير من او اللي هي طيب بنقول هنا اللي احنا عملنا له ده همية بتاعه ايه انتنا قلنا ان الايرن ده لو زاد هيزين هيبقى توكسيك فبنقول اللي هي الصورة بتاعتي او الفيريتين هنا اللي موجود لما يزيد الفيريتين يبتدي يحصل له ويبتدي يتحاول لها كلمة فيريتين يبقى 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 والفيريتين موليكيول ده يبقى اسمه طيب ايه المشكلة في الهيموسيدرين قال لك هنا ده هيقدي الفيريتين هيعمل هنا لكلمة هيموسيدروس نتيجة في التشو في بتدي هنا يعمل في في البنكرياس ويدخل الشخص ده في يبتدي يعمل دامجي في سروسيس. طيب هنا هو لان الهيموس الدروسيس ده بيدي كالر اللي هي السكن بيدي كالر اللي هي البرونز فالل هي سكن بيبقى لونه برونز فهنا في البنكرياس وبينتج عنه ديابيتس بنسميه برونز ديابيتس. يبقى ده. وهنا بيقدي كمان وممكن مع بعض الكيز ازا تتحول لها كمان لها السروسيس ده. ده هباتك ايه هباتك كارسينوما. يبقى هنا نتيجة اللي هي اللي هي والديبوزيشن اللي هي قوفر الهيموس يحصل الهيموس دروسيس. الهيموس دروسيس تقول عندي تلات حاجات. في 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 بانكرياتك دامج يتقدل ديابيتس هسميه برونز ديابيتس نتيجة الموجودة على اللي هي وفي عندنا ويبقى ده اللي هي الملخص الكلام عن اللي هي طيب احنا اتكلمنا عن وقلنا في عندي فيتاميينس احنا محتاجينها وقلنا خلاص في فيتامين سي محتاجوا في ايه فيتامين سي محتاجينه ابسوربشن لان انا لقيته هو اللي بيعمل ريدوكشن ليه الفرك ليه الفراستاير. طيب محتاج مين كمان قال لي محتاج حاجتين مهمين محتاجين فيتامين بي ١٢ ويه الفوليك اسيد. محتاجهم ليه فابيتامين بي ١٢٠ فالباصل تقوليaceyل زعاء في البون مروا السيل بتاعة البون مروا دي بتتميز بانها سيل اكتر سيل بيبقى فيها في جسمنا. طيب ده والرابد هنا محتاج لمين قالك محتاج باستمرار. يبقى انا هنا لازم عشان اعمل لازم اكون طيب محتاج مين قالي اللي هي الفوليك اسد احنا محتاجينهم لان هما بيبقوا مكون او اللي هي بيكونوا مهمة في الدي اي. اللي هي في غياب اللي هي في غياب اللي هو الفوليك اسد ما بقدرش اكاد اصنع او اكون اللي هي الدي اي. بيحصل او لدي لاي accountability لما ينقص الدي ان اي يحصل ايه؟ اللي هيحصل بيحصل فيها وبيحصل في في السيل. قال خلي بالك هنا من الخلايا دي. شايف الخلايا دي بتاعة بقت خلية كبيرة. ليه? قالك لان مشكلتك بتبقى مع ومع اللي هي لكن هنا ما عنديش مشاكل مع وما عنديش مشاكل في تكوين ايه? في تكوين طيب وده معناه ايه? قال لي معناه ان اللي هي السيلز دي هتبقى مكونة كده سيل بسيطوبلازم كتير. والنيوكليز بتاعتها فيها فيلير في اللي هي ديفيجن وفيلير في الفورميشن اوف دي ان ايه? وهلاقي فيه ار ان ايه متكون كتير. فالخلية دي هتبتدي تبقى خلية تبقى كبيرة. هتبقى واخدى الريجولر اللي هي الشيب. اللي هي لما تبقى بالشكل ده بتبقى ايه? بتبقى خلية راجعي. يبقى هنا نتيجة للديستشيشن بين اللي هي السيل دي ان ايه ثنسيز سواء النيوكلير متوريشن. وبين الفورميشن اف السايتو بلازمو ايه اللي هي الار ان اي اللي عمال يتكون عندنا فهنا اللي هي اللي حصل في الخلية دي انها بقت اللي هي و تبقى فراجايل فراجايل كل لما تمشي فيه هتتكسر بدري مش هتعيش المية وعشرين يوم اللي بتعيش من الخلية الطبيعية فهينتج عن الحالة دي انيميا. قال طيب ولما عرف فيتامين بيتولف انا هاخده منين فيتامين بيتولف. قال لي فيتامين بيتولف ده بنسميه سيان كوبالامين. سيان كوبالامين ده او هو مين اللي ايه? انيمل اوريجن. انيمل اوريجن قالك اه انيمل اوريجن. يعني ناخده منين? قال لي ناخده من الليفر والميت واللي تشيكن. يعني هي انيمل بس. قال طب الله يعني الناس اللي مش هتقدر تاكل اللي هي الميت والليفر. كده هيجي لها و هيبقى عندها مشاكل. قال طيب نشوف الاول. هو انت بتاعك عايز كام? قال لي عايز خمسة مايكرو جرام. قال طيب تخيل ربنا خليلك الليفر بيخزن لك قد ايه? قال لي هنا في الليفر بكمية خمسة ميلي جرام. شايف انت مخزن قد ايه? مخزن خمسة ميلي جرام. انت محتاج قد ايه في اليوم? قال محتاج خمسة مايكرو جرام. قال لي يعني هنا احنا مخزنين لك فيه الليفر قدر احتياجك الف مرة. الف مرة اللي انت محتاجه. تخيل الف مرة يعني انا مخزن اللي هي اللي يكفيني لمدة تلات سنين. مخزن اللي يكفيني لمدة تلات يعني لو انا هنا كالت اللي هي اه اي سواء يبقى انا كده عندي مغزون كفاية من علشان كده لما يحصل نقص في احنا بنقول مش المشكلة في في الانتاج لكن هتكون في الابسوربشن او في الابسوربشن. يبقى شفته هنا اللي هي انت محتاج خمسة مايكرو جرام متخزن لك فيه الليفر قدية متخزن لي خمسة ميلي جرام متخزن لي الف مرة من احتياجي اليومي. يبقى ده بيخلي الشخص يقدر ياخد اللي حتى ياخد اللي هي اي انيمال اوريجن هيدي له سورس اوف الفيتامين بي تولف. الا لو كان الشخص بقى نباتي جدا كده وريستريكت ما بيخدش اي انيمال سورس فممكن يحصل له مشاكل. قال طيب القصة بتاعت فيتامين بي تولف هي ايه فيتامين بي تولف كده بالزبط عايز الحارس ده معاه اللي هيوصله لبر الامان ويخلينا نقدر نعمل لفيتامين بي تولف. مين الحارس اللي موجود ده عندنا وخارج منين? قال لك والله هنا فيه اللي هي خلية ايه موجودة فيه اللي هي الاستومك بنقول عليها ايه? قال لي فيه البرايتل سيل. البرايتل سيل دي اللي موجودة في الاستومك بتخرج فاكتور بنقول عليه كلمة اللي هي الانترينسيك فاكتور. الانترينسيك فاكتور ده بيعمل ايه? قال لي ده بدا ساطة هو بيبقى مع الفيتامين بي 12 علشان بروتكتينج بيتامين بي 12 من الديجيشن وياخد اللي هي الفيتامين بي 12 يوصلوا للمكان اللي هعمل فيه ابسوربشن للفيتامين بي 12. يبقى الانترينسيك فاكتور خارج منين من البرائتل سيل اوفي ستومك ده بروتكت اللي هي الفيتامين بي 12 من الديجيشن والانترينسيك فاكتور مش بس كده ده هيوصل للمكان بتاع الابسوربشن هتعمل له ابسوربشن فين هل عند البراش بوردر اديك بقى تعارف شكل البراش بوردر بس البراش بوردر الانترينسيك فاكتور بايند ليه الريسيبتور يمسك بيه الريسيبتور ويعمل ايه? يدخل هو وفايتامين بي تول فيحصل له ابسوربشن. طيب هنا البروسيس دي بنسميها ايه? هي نسميها هنا كده او تتسمى كلمة اللي زي ما كتبنا كلها كتبها وتحل بيها الامسي كيو برضو كلمة بينوسايتوزز. بينوسايتوزز هو اعتمد على انها اللي هي الموليكيول اللي هي الموليكيول الكبير ده كنا بنقول في سنة كلها لانه بيتاخد بطريقة البينوسايتوزز. بس هنا الطريقة ايه? ان الانترينسيك فاكتور باهم موجود مسك بالريسيبتور وااخد معا الفايتامين بي Victweb ودخل. فنقول عليها الريسيبتور ميديد اندو سايتوزيس. الاتنين مش فرقة. المهم ان فيتامين بي بيدخل انسايد ايه? قال لي دخل انسايد الانتيروسايد. ابتدي اعمل ايه? هنا ده في عندي اللي هي يحصل له يبتدي يوصل ليه طيب اسيبه في البلد ماشي ولا نقلو ازاي? قال لا في البلد هنا هيبقى مع مين? هللي هياخد اللي هي ده اللي هي هيمشي به. يبقى هنا هيشتال مع علشان ابتدي اوزعه ليه للاحتياج بتاعي. وابتدي اخزن منه. اخزن فين? قال لي هاخزن فيه اللي هي الليفر. يبقى انت خزنت اللي هي الفيتامين بي تويلف وشلت. ويبقى دي القصة ببساطة الخاصة بفيتامين بي تويلف. طيب فيتامين بي تويلف هنا هيعمل لك ايه? قال لي هيخلي السيلز دي ماكرو سيتك. ماكرو سيتك يعني ايه? قال لك شايف ده النورمال سايز وده السايز الكبير بتاعنا ده اللي حصل. طب ولي هي السايز الكبير اللي حصل ده نتيجة الايه? قال ليش احنا قلنا هيحصل مشاكل فيه الدي اناي ففيه فيه الدي اناي ثنسزز ولي هي النيوكليار ماتيوريشن. وفي نفس الوقت اللي هي السيتو بلازم عمال في الخلية دي يكتر 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 فلاقي الخلية دي بقت كبيرة وبقت الريجولر. ونتيجة لانها كبيرة و الريجولر فمش هتعيش اللي هي الفترة اللي هي بتاعتها الكاملة اللي هي المية وعشرين يوم. ممكن تعيش نص الفترة او حتى اللي هي تلت الفترة لانها بتكون ايه? لانها بتكون فيه اللي هي فرجايل. فرجايل يعني سهل جدا انها تتكسر. فده اللي هي النتيجة الماتيوريشن ايه? الماتيوريشن فيلير. هي فيلد انها تبقى فول ماتيوريت. طيب مين برضو هنا ممكن يسبب في الفيتامين بي تولف? وسؤال بتلاقوه احيانا في الامسك يوم ما بتبقوش فاهمين وجاملين. اني يقولي ان البنكرياتك ديفيشنسي ممكن تعمل فيتامين بي طيب ابسوربشن. طيب ليه ما احنا ما جبناه سيرة حاجة عن البنكرياس? احنا كتبنا كلها بتبقى مركزة على اللي هي ظهور الانترينسيك فاكتور في الاستومك. وان الانترينسيك فاكتور ده اللي هي يمسك بفيتامين بي تولف. وبروتكت الفيتامين بي تولف من عملية الديجيشن. لحد ما يوصل فيتامين بي تولف البر الامان. وبر الامان ده فين مكان اللي هيعمله ابسوربشن. فيه اللور بارت وفي الايليم او قل لكن قصة الفيتامين بي تولف دي قصة كبيرة بتبتدي من ايه? اللي بتبتدي من اول ما انت بتاخد فيتامين بي تولف انال وفيتامين بي تولف بيبقى ماسك بالانيمل بروتين هنا. واحنا بنبتدي ناخد اللي هي فيتامين بي تولف. قصة الرحلة بتاعته الطويلة دي بتتلخص في ان هنا بداياتاً سليفوري جلاند بتخرج لك اللي هي سيرت woبيبيب wishes. بروتين ده هنسميه اللي هو آر بروتين. الار بروتين ده بينزل من السليفري جلاند علشان يبتدي يستقبل لك اللي هي فيتامين بيت ويلف اللي انت بتاخده. ليه قالك اول ما فيتامين بيت ويلف اللي انت واخده اللي ماسك فيه الانيمال بروتين هنا. اول ما دخل ليه الاستومك حصل ايه قالك انت هتبتدي تفصل اللي هي فيتامين بيت ويلف هينفصل عن الانيمال بروتين. طيب فيتامين بيت ويلف اقدر يسيبه الواحده قالك لا فيتامين بيت ويلف ما سيبوش الواحده ابدى لانه بيبقى في خطر. طيب مين اللي هيمسك بيه? قال يه يمسك بيه اللي هي الار بروتين اللي انت نزلته من. لقيه السليفري جلاند. طيب فين الانترantiك فاكتور اللي انتو شرحتوه? قال لك الانترنترنسك فاكتور وهو طلعتو في ال afflict mostly. هيبتدي ينزل من اللي هي الستمق. عند الديودنم? هو مين? هو ووه? فيتامين بيتولف اللي ماسك بال اار اللي هي Completely. طيب عند الديودنا هنا هيبقى محتاج يحصل ايه? قال لي هيمحتاج اعمل سبليتنج. ليه? اللي هي الار best protein ده. افصله عن العشان فيتامين بيت والف يقدر يبقى فيه ويمسك بمين? قال لي ليمسك بائل الانترينسيك فاكتور. من هنا جات اهمية البنكرياتك انزيم اللي هتعمل سبليتنج عن الفيتامين بتولف وتخلي فيتامين بيت ويلف وجاهزة امسك بيه امسكو فيه لان قولنا الانترينسيك فاكتور Santo هيوصله ليه سكة السلامة اللي هي السكة النهائية اللي هيوصل فيها في الترمينال اليم وعند الترمينال اليم يوصله ويدخل معاه جوه في الانتيروسايت بالبروسيس عفو اللي هي او اللي هي فانت كده احتاجت علشان تعمل ليه بخطوات وما حصلنيش مشاكل فيه او فانت ما احتاجت اللي هي اللي هي البروتين بتاعها اللي هي الار بروتين. احتاجت اللي هي الاستومك اللي طلعت لك اللي هي الانترينسيك فاكتور. احتاجت للبانكرياس اللي هو هيطلع لك البانكرياتيك انزايم. احنا بنقول هنا محتاج اللي هي البانكرياتيك انزايم اللي هي البروتيوليتك انزايم اللي تعمل اللي هي تفصل اللي هي الار بروتين عن مين? اللي هي الار بروتين عن اللي هي فيتامين بي تولف. ومحتاج كمان مين? اوقع تنسى ان انت محتاج ترمن الاليوم. هلسي تير من الاليوم علشان يعمل يبقى هنا السؤال اللي بيجي لك في الامسي كيو انت احتاجت اللي هي او فيه بانكرياتيك ديفيشنسي ديزيز حصل ديفيكت في فيتامين بي تولف فانت كده عرفت ان فعلا البانكرياس احنا محتاجين اللي هي زي تريبسن تريبسن ده اللي خارج من البانكرياس وهناخده في جي اي تي بيفصل اللي هو عن الار بروتين ده البروتين اللي كان خارج من السليفري جليند ووصل اللي هي الفيتامين بي تولف لحد ما يوصل لانترينسيك فاكتور ويقدر يمسك بيه. فافصل الار بروتين عن الفيتامين بي تولف عن طريق اللي هي التريبسن. يبقى ده اللي هو اجابة السؤال اللي كنتم تسألوه في الامسي كيو. يتبقلنا الفوليك اسيد ونقول ايه السورس او فوليك اسيد. لما كان البي تولف كله من الانيمال سورس? هل الفوليك اسيد هتفاجئ بيه واقول كله من اللي هي الانيميل سورس قالك لا والله ده موجود كتير جدا فيه الجرين كل الحاجات الخضرة وفيه الفروتس وكمان في الليفر والميت فهو موجود بكثرة لكن هنا مشكلته اللي هو اللي موجود فيه الجرين ده بيبقى بسرعة اللي يعمل له حتى الهيتنج البسيط يعمل لفوليك اسد فعشان كده احتمالية عندي عالية فالفوليك اسد ممكن يحصل لها نتيجة في الانتاج او ممكن يكون نتيجة هو الابسوربشن بتاعه بيتم فين بيتم فيه يبقى احنا كده لو احنا بصينا على من الاول كده وبصينا على كل جزء منها بيبقى مسؤول عن ايه فكان عندي هنا اللي نازل فيه كتير ده كان لمين قال لي ده كان للابسوربشن طيب اللي احنا لسه وقدينه كان ابسوربت فين كان ابسوربت فيه طيب والفوليك اسد فين قال لي فيه اللية الجيوجنام فهما ماشيين كده بالترتيب طيب لو حصل هنا نقص في في تولف او حصل نقص في اللية الفوليك اسد حصل فيهم دفشنسي فبيانت الجنوع من الانيميا بنقول عليه كلمة ماكرو ساتيك اانيميا ايه الماكرو ساتيك اانيميا BEAT كبيرة دي الليplants كروسيتك زي ما هناخد في المحاضرة الجاية. طيب ازاي افرق بين الاتنين? لو كانت اللي هي البي تولف وايه? الفوليك اس الديفشنسي اللي اتنين بيعملوا نفس الشكل او اللي هي بتاع الانيميا. قال لك والله في فيتامين بي تولف زي ما هعرف اللي هي في بتاعة الانيميا ان هو بيبقى مسؤول عن فنقص فيتامين بي تولف بيبقى مصحوب بايه? بنيورولوجيكال مانيفستيشن. يبقى دي المكتوبة. مكتوبة خاصة بمين? قال لي خاصة بالديفشنسي اوف الفيتامين بي تولف. لان فيتامين بي تولف هو اللي بنحتاجه للميلينيشن اوف النيرف وفايبر. فالديفشنسي اللي هيبتدي الشخص يقول لك فيه تنميل فيه نغزة فيه مشاكل فيه الدورس الكولام لما تكون اللي هي سيفير كونتيشن. يبقى ده اللي هي اللي هو اللي هي الفوليك اسد. ويبقى كده خلصنا التلاتة المهمين اللي قلنا عليه. بيتبقى لنا حاجة هنا في النهاية اللي هي. طيب الاربسيز دي بعد ما تبقى والميمبرين يبقى فرجايل ميمبرين. تروح فين الاربسيز. قال لك الاربسيز دي طول ما هي بتلف في السيركوليشن بتتعرض ليه? اللي هي النرو سيركوليشن والنرو سيركوليشن او النرو اريا في السيركوليشن اكتر حتة ديئة في السيركوليشن هي في اللي سبلين. فعند اللي هي اللي سبلينك سيركوليشن هتبتدى تتكسر الاربسيز. طيب بتتكسر بعد ما تكون عاشت كم يوم. قال لي اللي اللي اخدناها مية وعشرين يوم. بعد المية وعشرين يوم الميمبرين ده بيبقى فرجايل ميمبرين. فرجايل ميمبرين لما يجي عد في النارو سيركوليشن هيبتدى يحصل ايه? قال لي هيبتدى يحصل من الخطيق الروبشر للميمبرين ويحصل لايال وده بيتم especialmente في الج Standing F استلمه من الماكروفيدي سيادنه اتفق نهاية والي خدت وان carriage ما اتكلمنا عن الآير المكر incapable في او النسفلين بتاخد اللي هي الهيموجلوب انت بتدي تاخد الهموجلوب ان تقسروا الايه؟ قال للي الهيموجلوب ده مش عبارة عن حكتين اى عبارة عن حكتين اى ده وهي живيم بارت وفيه اللي هي القلوب تب وقلوب ده كان عبارة عن ايه؟ القلوب ده عبارة عن الاوانو اسد والي ارجحها واستخدمها في تصنيع مرة تانية طيب ويعمل فيه predominant الهيم ده كان حاكتين. كان اللي هي وكان البروتو بورفرين. طيب ده نعمل بي ايه? نجيب الترانسفرين. الترانسفرين اللي ينقله. يبعاته للبون مارو. استخدمه في اعادة تصنيع او ابعاته في الليفر علشان اللي هي اخزنه. يبقى انا كده تصرفت في الايرن. اكون بيه جديدة لو محتاج او لو مش محتاجة هسي خليه يتخزن. طيب اتبقى لي مين? قالك اتبقى لك اللي هي البروتو بورفرين. ايه البروتو بورفرين ده البروتو بورفرين اللي هي il hard steel. الهيم كان عبارة عن ايرن وعبارة عن بروتو بورفرين. فلبروتو بورفرين ده هيبتدي هنا هنا يتحول ليه البلافردين ومن يتحول ليه البلوروبين. ده اللي هي الاهمال هينزل في البيجمنت. يبقى ده هنا المهم جدا ما هناخده بالتفصيل لما نتكلم في البيجمنت ايه البايل. البلوروبن ده واللي هيخلي الشخص هنا باللون الاصفر وممكن يسبب اللي هي الجندس. ده اللي هي هيبقى ده لما ازود تكسير اللي هي الاربسيز واعمل مشاكل كتيرة او في الاربسيز فهايزيد اللي هي البيلوروبن ويعمل اللي هي العلامة بتاعت اللي احنا بنقول عليها اللي هي الجندس. فده بيعتبر اللي هي البيل. يبقى ده قصة اللي هي الاربسيز واللايف سبان او فيه معلومة مهمة لو اشتال عندي الاسبيلين. عملت اللي هي سبيلينيكتومي. فتخيل هنا هيزهر في السيركوليشن. شايف الاسبيلين بيلم مين? بيلم الاربسيز. الاولد اربيسيز الفرجايل. اللي بقت تعبان. انا ما قسرتش النيو اربيسيز. يبقى هون الاسبيلين ريموفت? فعدد الاولد ابنورمال اربيسيز في السيركوليتنج. اللي بيزيد. فده برضو من الحاجات المهمة بالنسبة لنا في الاسبيلين. وكده تبقى انتهت المحاضرة بتاعة الاريثرو بويسيز. سلام عليكم.